وعقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أيضا مباحثات مع نظيره الصيني وانجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود واشنطن المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين يذكر أن العلاقات الأمريكية الصينية شهدت مؤخرا تصاعدا كبيرا في حدة التوتر بسبب جزيرة تايوان وأعلن واشنطن أن القوات الأمريكية ستدافع عنها في حالة حدوث غزو صيني